دكتور بول مرقص موجود معنا بفقرة مايرايتس لليوم دكتور بالأنون الدولي رئيس منظمة جستيسيا الحقوقية ورح نحكي عن كيفية ملء الشغور بقيادة الجيش وسائر المناصب أهلا وسهلا فيك دكتور يحب دايما نحكي عن جستيسيا هيك منظمة يلي بلشتها بس لحتى يكون في عدل أكتر وخصوصي بلبنان خبرني شوية عنا نرجع نحكي عنا بالتفصيل نحن فريق أكتر شيء من الحقوقيين اللي بهمهم يشرحوا للناس الحقوق والقوينين بشكل مبسط من هيك مثلا ضمن الأشياء اللي عملناها بجستيسيا أنه عملنا ويبسايت بتفوتي عليها على اسم الجستيسيا dh.org بتفوتي بتطرحي أي سؤال بالقانون وبالحقوق بيجيك الجواب بالعمل إذا مصروفة من العمل أو حتى إذا صاحب عمل عنده أي سؤال بحقوقك بالبلدية حقوقك بالصحة بالضرائب بالتجارة بالصناعة هول الأسئلة الاعتيادية للناس إذا بدأت تعترض على الضرائب بتفوتي عاها الويبسايت بتلاقي الأسئلة والأجوبة جاهزة حتى عملنا كتيبات فيهم كمان أسئلة وأجوبة مبسطة مع نمازج استدعاءات وإنذارات وكل هاللي بعوزه المواطن هدفنا نبسط القانون ونوصل الناس للحقوق وأكيد بيقدروا يتواصلوا معكم بشكل مباشر يعني بعرف أنه ما بتتركوا حدا بلا ما يكون عنده استشارة قانونية أو وجود محامة معه صحيح بس نحنا بس تحديدا من فضل تصلوا بالمحامين في كثير من المحامين الزملاء الكرام بيقدروا يجاوبوا على أسئلة هدفنا توعي بشكل عام مش إعطاء استشارات قانونية مباشرة بكتب وإذا بدك محاضرات هلأ مثلا أطلقنا سمعت فيه مرصد السلامة المرورية من حيث تفهم وتسقيف الناس على كيفية القيادة عم بصير فيه دورات تدريبية كتير كبيرة وعلى السنة الجديدة فيه برابج إن شاء الله جديدة كمين رح بتكون ومنتبعها نحنا وياكم أكيد وأكيد منرجع منذكر بهالموضوع قديش مهم كمين هلأ بقرب راس السنة والسهرات أنه نكون منتبهين على الطرقات لأنه حقيقة الطرقات مش منتبه علينا بالمرة يعني ودولتنا مش منتبه علينا بالمرة فنحنا بدنا ننتبه على حالنا وعلى بعضنا الشرب إن شاء الله ما نشوف مخدرات إن شاء الله ما نشوف حوادث السيارات كمين على هيك طرقات اليوم ما عم نقدر نمشي عليها بالمرة بنا نحكي شوي عن التمديد رح بلش بالتمديد لقائد الجيش في الأجهزة الأمنية أيضا الدستور شو بيقول عن هالموضوع أستاذ هو بالأساس أنت بتعرفه أنه عادة اللي بتخلص وليته مفروض يتسرح فكان فيه خيار من اتنين بالنسبة لقائد الجيش ولا مدير عام قوى الأمن الداخلي وبالعموم عملوها بصيغة كل عماد أو لواء كان فيه صيغة تروح عمشة وزارة أجل التسريح وهون صار فيه معارضة بتعرفة من وزير الدفاع أو كان عندهم صيغة تانية يطلعوا هالتمديد بصيغة أنون وهذا اللي صار هذا الأنون هلأ بده ينشر يعني نحن عم نحكي المفروض يكون بطور النشر لأنه صار فيه إصدار من قبل 19 وزير بمثله رئيس الجمهورية هيدا أمر تالي فينا حكي فيه بعدين هلأ بدنا نحكي عن السري كله صحيح فبالتالي اللي بدي أقلك هي أنه صار فيه أنون للتمديد هيدا الأنون هيدا الأنون بقول أنه بيتمدد سنة لكل من برتمة عماد أو برتمة لواء بشكل بيستفيد منه بشكل غير مباشر قائد الجيش وتحديدا مدير عام قوى الأمن الداخلي بس على شو استندوا لي يطلعوا به الأنون وشو المعايير إيه لحقلك عادة قائد الجيش أنت بتعرفه مثل حاكم مصر في لبنان بيتزكى من قبل رئيس الجمهورية يعني قائد الجيش خصوصا بيرقسه اليوم بشكل غير مباشر رئيس الجمهورية طالما هو القائد الأعلى للقوات المسلحة حسب المادة 49 من الدستور فما كان من المنطقة أنه يتعين قائد جديد للجيش بعدم وجود رئيس الجمهورية لأنه بده عاصر الرئيس عندما ينتخب وهو ما يعرفه ولا مأيمه ولا مقترحه ولا مزكي فمن هكي رحنا لصيغة التمديد إضافة للوضع اللي هو عسكري ما رح أقلك أمن بالجنوب يعني فيه حرب بالجنوب نعم نحن يمكن الآن ما منشعر لأنه صرنا معاودين قد ما عن المعاناة والحروب بس هي موجودة قائمة فأنت بوضع استثنائي إذا كان لابد من تمديد بسيط فكان من الأفضل يكون بهذه الصيغة يلي كانت بعد فيها تكون أفضل هلأ بنحكي لاش لأنه يمكن تسألين عن قصة الطعن وغيره فهيدا المسلح أكيد مش يمكن بحث منطقيا وممكن توصل فإنه هيدا المخرج كان إذا بدك الأكتر شي قانوني فينا نقول رغم إنه بالمبدأ نحن ضد كل شيء اسمه تمديد بس فيه ظروف قاهرة استثنائية أملت هيدا الوضع بس ما بصير فيه قانون يعني خلاص صار مشرع صحيح مش بس اليوم ولكن لابعدين اليوم استفاد منه كل اللي بيكونوا بهذه الرتبة وهذا ما أنه قانون فقط موضوع لشخص هاك مفترض طبعا بكرة صار في طعن الطعنين بديقولوا غير هاك مين بيطعن؟ اللي مفترض يطعن هو كتلة طيار الوطني الحر بس هو بالأجمال مين اللي بيحقله يطعن؟ هو اللي بيحقله رئيس جمهورية رئيس مجلس نواب رئيس الوزراء عشر نواب أو المراجع الروحية بما يخص الأحوال الشخصية نحن مرنا بهذا الصدد فموست لايكلي أكتر شي مرجح اليوم ينطعن من قبل عشر نواب رح ينطعن في حكاية في تحضير في تحضير حتى بهذا الإطار هل سيسفر إلى تقديم الطعن أو لا؟ هذا موضوع آخر تعرف إيه؟ تقديم الطعن هو أمر سهل أن تلاقي عشر نواب مع طردين بس العبرة تكمن في مدى أبطال الأنون أو عدم أبطاله تقدم اليوم أنت بالمطلق دعوة العبرة أنا كتربحية وقليلتها تصير في لبنان وهيدي بدك تشتغلي كتير منيح على فكرة ليش هيدا الأنون غير دستوري لأنه عندما وضع هيدا الأنون تنبهوا واضعي الأنون بالصياغة إلى إمكانيات الطعن لأن الجو السياسي كان مشحون وعابق بمعنى أنه في مين راح يطعن في مين رافض هيدا التمديد فلابد أن الصياغة إجت أقرب ما يكون إلى أن تكون تقي هذا القانون من الطعن هل هيدا الشيء راح يكون ضامن مضمون أو لا؟ ضامن عدم الأبطال؟ ما بدري لي فيه إله أصوله فيه إله مهله يعني حسب كمان أي معايير لازم يصير الطعن لحتى يكون عنده حظوظ بأنه يوصل وهذا سؤال كثير مهم لأنه عندما بينشر القانون مظبوط في عندك مهلة 15 يوم لا ينطعن فيه من تاريخ نشره بالجريد الرسمي هلأ عندما ينطعن فيه للنص مفروض مجلس توري يدعي لنا الإعقاد بجلسة أولى بيعين فيها مقرر رابورتور بروح هو بيدرس إذا هذا الطعن جد وإذا مستند لأسباب حرية أنه فعلا تكون موجودة مثل ما هلأ بعد شباب نحك وبرجع بيجتمع بعدين للمذاكرة أو لاتخاذ القرار مجموعة هالمهال الداخلية إذا بدك طبعا ندخل المشاهدين بتقنية مجموعة حوال الشهر يعني إذا نشر القانون بدي أفترض على نطعن فيه بتصور ببداية السنة عندك تقريبا لآخر جنفير أول ففوري أخر كنود تاني أول شباب تقريبا هيك لحتى تتوضح الصورة هلأ بهالوقت بتقليلي هل بيوقف بيعلق القانون المجد السوري يعني بيوقف تنفيذه للقانون بيقلك من الصعب ذلك أكيد لأنه عندك تعيين بالنهية هو تمديد بس بيطال قائد جيش بيطال يعني ما لديه شغلة هيني وما بديك تفرغي المؤسسة العسكرية ممن يتوليهم بالنهية أصلا في حال تاني كان أنا بتصور ما كان في حال تاني يعني بيقدر يتعين قائد جيش تاني أو يتعين مدير أمن العام تاني إلا إذا بديك تجمعي ماشي وزراء بنصاب التلتين وبأكتريت التلتين وتستغيبي رئيس الجمهورية وتعملي تعيين عادة ما عم بتصير لا بحكم مصرف الناس صار تعيين لا بمدير الأمن العام صار في تعيين وبالحركة اللي تبلش بانتخاب رئيس الجمهورية فيك ترجع تركبها عايز سيبة ما فيك تركب السيبة بوقت أنت الرأس منه موجود ومستنكفين نحن متمنعين عن الانتخاب بس كمان يعني هلأ أم نحكي عن سري بين مصر في لبنان كوالأمن الجيش رئيس الجمهورية مدعا عام ما يتحق مدعا عام تميز هلأ مدعا عام تميز بشباط شرف على انتهاء وليته وأنا بستغرب في بالجريد الرسمي شفت نشر قرار بانهاء الولاية بوقت كمان بجعب يتجدد هلأ لا يعني لازم هالشي بس ما صار هلأ إذا بيصير بيكون كتير منيح لسبب لأنه الناس يمكن ما بتعرف المادة 15 من قانون أصول محاكمات الجزائية والمادة 38 بتقلك أنه النايب العام تميزي غير أنه بيشرف على عمل النيابات العامة وهن المحامين العامين والنواب العامين بيساعدوه بيعطيهم كل هالتعليمات أيضا هو بيسير الضابطة العدلية الضابطة العدلية بتساعدوه مين الضابطة العدلية؟ هي القوى الأمنية هي بمحل معين الجيش معلقين ببعض يعني جيت أنت عم بتمدد إلى قائد الجيش كتير منيح وعم بتمدد إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي إلى آخره ومبارح الأمن العام وغيره بوقت المشرف عهول ما عم تروح يتمددينه بنفس الوقت طيب شو الحال؟ فهيدا بيعتقد اشتزاء بغير محله كان شو الحال؟ كان لازم يصير فيه تمديد أيضا وبعد فيه مجال يصير فيه بشكل من الأشكال بمخرج قانوني للنقب العام التمييزي بس حيصير يعني لأنه أنا أخشى شو بخشى؟ أنا بالنهاية البهم مش الموقع البهم المؤسسات اليوم هالمؤسسات أنت بتعرف كتير منيح أنه عنده بمحل معين تنافس هيدا التنافس صحي بالمطلق بس ممكن ما يكون صحي كمان ويكون تنافس سلبي ويكون إذا بدك شد حبال بإطار أي جهاز للأسف بيتبع لأي مرجعية سيسية وهيدا أمر كتير بيحزني وأي جهاز بده يعمل سطوة ونفوذ أكتر من التاني بوقت شافدوركستر المايسترو لهو لازم يكون نايب العام التمييزي منه تمدد له مثل ما تمدد بس إذا ما تمدد له شو بيصير؟ عم بينبشوا على إخراج بيتعلق بأحد القضاة المحيطين بإطار النيابة العامة لتولي هالمهمات على نحو مؤقت بس كنت بفضل يصير في حل متكامل وبعد معنا وقت لا يصير في هيدا المخرج لا يضل فيه سوباب دو سورتي ضماني لهالأجهزة الأمنية اللي هي اسمه ضابطة عدلي بتساعد نايب العام التمييزي هو بيعرف كيف سيصيرون وما بيجوز يتمدد لهم من دون ما يكون هو باقي على رأسهم على الأقل وفقا لقاعدة التوازي ونفس المدة ونفس الإطار بتشوفي بهالبلد أمور من الغرائب من الغرائب أكيد لو حضرتك أو مع حدا من المحامين اللي بيشرعوا كنتوا عن جد محل هالمشرعين شو الحل الأنسب برأيك أكيد غير انتخاب رئيس الجمهورية من يحل قلتين لهيك لأنا كنت راح جاوبك بدك تروح انتخاب رئيس الجمهورية هذا المونتاج بارفائز بدك المتكامل بس لكن بيظل هالاشتزاء وبيظل هالارتجال والتمنع عن قيام النواب بدورهم دستوري بدك تعملك أنت قانون للتمديد متكامل مثل ما حكينا يعني يشمل أيضا محل معين الإخراج القانوني النائب العام التمييزي اللي هو يشرف على عمل ضابط العدلية اللي بتساعده وبدك تشتغلي أكتر عن نص لأنه النص بكرة إذا انطعن فيه يعني راح يشكك هالشي بالقيادات ولسية ما قيادة الجيش للأمر اللي ما منريده يعني لا يكون مستوفى مزبوط شروط العمومية والتجرد والشمولية هذه الشفات القانون لأنه القانون ما بيتشرع على القياس ما بيتشرع على شخص عمله منيح أنه عمله جهد محل معين يبقوا بالزمانات عندما بدون حتى يمددوا لرئيس الجمهورية يعدلوا لمادة 49 من الدستور كيف ما كان أنه يمدد ليه فتردير رئيس ليس الهراوي الله رحمه عدد من السنين من دون كتير من التعليل لأنه كنا بجو سياسي مختلف اليوم بديك تنتبه على الصياغة التشريعية لأصبحت علم علم التشريع الليجيستيك مش كيف ما كان منشرع وبتالي بتمنى كان يصير فيه تأني والدراسة ودقة أكبر بالصياغة مع أنه بيقلك منيحة بس مش بالحد اللازم دكتور مرقص اليوم شو بقي من الدستور إذا كل يوم والتاني منعدل نحن بقيين لأنه نحن بقى نطالب ونضل نوعي ونضل نكرر بس اليوم النص الدستوري بعضه نفسه ومعنا حل آخر بس تغير كتير لايكي مثل ما مثلا مرات كتير بحكي قانون دول إنساني عن غزة بقلولي شو بعدك عم تحكي أمم المتحدة ما فيه ولا فيه قانون دول إنساني طيب شو عنا بديل نحن هون إذا ما تمسكنا كمان بدستورنا وبقوانينا وبهالنظم بهالمعايير اللي عم بحكي عنا شو البديل بس أستاذ عم بيتغير يعني كل ما بيجي مجلس بشرق على زوجه لأنه نحن عمالة نتأخر ونتوانى عن ضرورة القيام بالضغط المدني الادفاكسي واللوبين والفورسينج اللازم لأنه اليوم إذن أنت ما حدا فرقاني معه أمريك ما بينتخبوه لك رئيس إذن أنت مش ضربين لك حساب ما بيجيبوه لك حكومة يعني اليوم مين هنه السياسيين على قد ما أنت وسيل الضغط عليهم على قد ما هنه بيتحسسوا معك وفيك بس أكيد فيه ثغرات بالدستور لنوصل لهوني أكيد فيه ثغرات يعني ما فينا ننكر أنه اليوم ليه ما بديكن فيه مهلة إلى أنتخاب رئيس جمهورية هيدل بقبا مهم كتير هالسؤال لأنه أنا بحست بدستير العالم كلها تقريبا لقيت أنه بدستير العالم لا للدستير اللي بتحط مهل اتفجأت ليه لا حقلك ليش رجعت أكتر وأكتر لا لقيتك كونستيطيسيونال إذا بدك إذا بيركب هالتعبير ما بعرف لقيت أنه الدستير تفترض بالنواب بالمسؤولين سياسيين أخلاقيات يعني ما أنك أنت عبتعملي كونترا مع حدا ما عمنا هالشي بلبنان أنه مش أنك أنت مثلا حدا مش دفعلك مصاري صار له فترة بعزبك وجيتي تعملي معه تسوي عبتوضع كونترا في بانالتيز وفي مهل مش هيك في حسنية مفروض فيه أخلاقيات سياسية ما تصور المشترع الدستوري هالشي بلبنان لبل ما أثر وبالعالم الهيئة بالعالم ما عدا مثلا اليوم ببعض الدستير بس لكن ما أثر كتير لأنه عندك مواد تسعة واربعين وثلاثة وسبعين واربع وسبعين وخمسة وسبعين من الدستور تقريبا تشبه نظام المدرسة بتقليك كيف لازم ينتخبوا رئيس الجمهورية وإذا ما حدا داعيهم كيف هني يتداعوا للانتخاب يعني أكتر من هيك شو بديحطوا لهم بعد بانالتي ومهل اي اوكي بركب نفكر فيه عاكل حال بكتابة ما قبل الأخير دستور لبناني مع قواعد تفسيره وضعت تعديلات دستورية منها هيدا التعديل يعني يعني ينحط نعم لزمت كل نائب بحضور والمشاركة بجلسات انتخاب الرئيس وعدم تعطيل النصاب تحت طائرة إسقاط نيابته بس يعني هيدا الموضوع مفروض يكون عن جد أنون أنون مع دستور صح مع عقوبات مع غيره لأنه صارت كذا يعني هيدا مش أنه عمر نحن عايشين بهذه الطريقة هكي الجزاء لازم يكون حتى بفرنسا وغيرها فيه أماند للي ما بيحضر اللي جان بلبنان إذا ما حضر النايب لجنتان بيقلك أنه يرفع الأمر لرئيس المجلس بس ما فيه جزاء واضح يعني فيه نايب ما يشارك بالليجان فيه نواب حتى ما بيشاركوا بالهائة العامة يعني يعني معنات دكتور مرقص يعني فينا نحنا نضلع من علم هيدا الوضع 20 سنة لقدام أكيد بديك تشدد بالنصوص لحديث ما يتوفل موجودين بس بديك شغل على النفوس أيضا ما بيكفي أوكي بس هيدا شغل على النفوس إذا ما فيه أنون ضابطه ما رح يمشي مزبوط بس لايك شو اليوم ما بيكفي النصوص اليوم بديك تربية وبدك ثقافة وبدك مدنية بالطاعة السيفيس بديك كل هول يمشوا مع بعضهم دور التربة لانيك عم تشتغلي عهور ولانيك عم تشتغلي على شتشد تهوض النصوص أنا برأيي بيتنالز من تشتغلي دكتور بويل مورس دكتور بالأنون دولي رئيس منظمة جستيسيا الحقوقية نتمنى الجستيسيا نحنا على هالبلد اللي تعبين وعم بيضال تعبين ترجع تتشد تتشدشد الأوانين أكيد من هيك من نحنا منتكل عليكم واتكلنا عليكم حضرات الدكاترة بالأنون المشرعين إن شاء الله يا رب بيصير في تغييرات وإن شاء الله هيك على بداية سنة جديدة نلاقي بداية كمانة بسياستنا بلبنان ينعاد عليك شكرا نقول يا رب معك أهلا وسهلا فيك معك رح يختم حلقته بمتي فيا لايف لليوم بدأ أتمنى أعياد مجيدة لكل الناس وإن شاء الله هالعيد ما بيحمل إلا الخير والبركة والحلول الإيجابية لكل الناس باي باي